السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحل على الدرس الثاني الوحدة الخامسة الصف الرابع الابتدائي من كتاب الأضواء مع جمس أسماء عبد المجيد ونبدأ مع بعض أول شان اكتب المعادلة التي تعبر عن الجمل الاتية مستخدما الرمز ايه العدد 18 يساوي 6 أمثال عدد 100 عايز اكتب المعادلة هنا 18 18 يساوي ايه دي ليساوي ستة دي الستة أمثال يعني ضرب عدد ما معرفوش اكتب ايه بس هو مش عايز حل هو عايز اكتب المعادلة فقط عدد ما سؤال اتنين عدد ما ما احناش عارفين اكتبه ايه يساوي اكتب اليساوي اتنين مثلي يعني في العدد سبعة العدد خمسة وعشرين ايه دي الخمسة وعشرين يساوي ايه دي ليساوي خمس أمثال عدد ما العدد ما احناش عارفينه نكتبه ايه العدد 64 يساوي يساوي تمانية أمثال يعني في عدد ما الايه سؤال خمسة اربع امثال يعني اربع في عدد ما ما احناش عارفينه يساوي العدد مية اتناشر مثلي يعني اتناشر في عدد ما ما احناش عارفينه يساوي اتنين وسبعين عدد ما ايه يساوي اربع امثال يعني اربع في العدد عشر عدد ما اللي هو الايه يساوي ستة امثال يعني ستة في العدد تسع ندخل على السؤال اللي بعد سؤال تسع تلاتة وستين ايه دي تلاتة وستين تساوي تسع امثال يعني تسع في امثال العدد مش عارفينه اكتبه ايه العدد اتنين وثلاثين يساوي اربع امثال يعني اربع في عدد ما الايه سؤال اللي بعد اكتب تعبيرا لفظين مناسبا لكل معادلة من مية سبعة في سي بيساوي خمسة وثلاثين عندي العدد اسمه سبعة هقوله سبعة في يعني امثال السي عدد انا معرفوش هقوله عدد دي امثال عدد ما يساوي اكتب اليساوي يساوي خمسة وثلاثين اكتب الخمسة وثلاثين هنا تسع في يعني امثال العدد ستة يساوي اكتب اليساوي يساوي كيه او يساوي عدد ما اكتب اي حاجة هنا تلاثة وتلاثين يبقى العدد تلاثة وتلاثين بعدها يساوي اكتب اليساوي حداشر امثال اللي هي الضرب عدد ما وندخل على الاختيار اول سؤال اختر الاجابة الصحيح المعادلة التي تعبر عن عدد ما عدد ما كل الارقوم عندي سي كل المتغيرات المجهولة سي ادي العدد ما يساوي ادي اليساوي تلاثة ادي تلاثة انسال يعني فيه تسع يبقى السي بتساوي تلاثة في التسع اختيار جين التعبير المناسب الذي يعبر عن المعادلة اربعة في سي بيساوي عشرين اربعة اكتب اربعة فيه يعني امثال السي عدد ما ارفوش يبقى عليها عدد ما بعده يساوي اكتب اليساوي بيساوي كان بيساوي عشرين اربعة امثال عدد ما يساوي عشرين اختيار دي المعادلة التي تعبر عن عدد ما يساوي عدد ما كل المجهول عندك ايه اكتب ايه بيساوي قدل يساوي 6 امثال يعني 6 فيه العدد 9 يبقى الاي عندي بتساوي 6 فيه 9 سؤال رقم 4 المعادلة التي يتعبر عن العدد 24 اي ده 24 يساوي 3 امثال يعني 3 فيه عندي الرموز كلها بي يبقى 3 فيه 24 بتساوي 3 فيه اختيار جي المعادلة التي يتعبر عن العدد 36 يساوي 6 امثال يعني 6 فيه عدد ما اللي هو ايه 26 ونطهل على سؤال رقم 6 المعادلة التي يتعبر عن 7 امثال يعني 7 فيه العدد 4 كل المجهول عندي بي اكتب بي يبقى 7 في 4 بيساوي بي اي نطهل على الصفحة التانية اقرأ المواقف الاتية ثم اجب اتدخر محمد 10 امثال ما اتدخره اخو تامر فاذا كان ما اتدخره محمد بيساوي 90 اللي اتدخر محمد بيساوي 90 جنيه فاكتم معادلة المقرنة التي تمثل المواقف محمد اتدخر 90 هيساوي اللي اتدخر محمد ده بيساوي 10 امثال 10 امثال اللي اتدخر اخوه هادي 10 امثال يعني فيه اللي اتدخر اخوه احنا مش عارفين يبقى 10 امثال البي هو عايز حل المعادلة لا قال اكتب المعادلة بس الشؤال اللي بعض زرع حسام 6 افدنة وزرع والده 30 فدين كم مرة يماثل عدد افدنة والد حسام عدد افدنة حسين هنا اكتب المعادلة هنا ده 30 وده 6 30 بيساوي بي مثلا في 6 اللي اضربه في 6 يديني 30 ذهبت امل الى المدرسة في 21 دقيقة بينما ذهبت الى المدرسة في 7 دقيقة قمر يماثل عدد دقيقة امل عدد دقيقة اكتب معادلة المقارن التي تمثل الموقف هنا المعادلة ده 21 وده 7 ده بتمثل دي اد ايه يعني السبع اتضربت في ايه اددني 21 ونشوف سؤال 4 سؤال رقم 4 سجلها فريق 9 اهداف وهو ما يعادل 3 امثال عدد الاهداف التي سجلها فريق ياسين ده سجل 9 وده بيعادل 3 امثال و3 امثال 9 اكتب معادلة المقارن التي تمثل الموقف ثم احسب عدد الاهداف التي سجلها فريق ياسين المعادل عندي 3 3 امثال في عدد 3 امثال في عدد اددني 9 يبقى عدد الاهداف اللي هو ايه اللي هو 3 في اددني 9 3 في 3 يبقى 3 اهداف ونشوف سؤال 5 جمعت نادية 5 قراط زجاجية في مارس واستمرت في تجميع القراط حتى شهر ماء فاصبح لديها ماء يعادل 4 امثال عدد الكراط 4 امثال عدد الكراط اكتب معادلة المقارن تمثل الموقف ثم احسب عدد الكراط اللي جمعتها هندية حتى شهر ماء هياخد 4 امثال في 5 4 في 5 هيساوي 20 ده المعادلة لأ المعادلة بقى نكتب ايه مش هنينكتب يساوي 20 نكتب يساوي ايه الاول بعد كده الايه هنقوله تساوي 20 كرة يبقى دي 20 كرة سؤال اللي بعده مع احمد 12 كتع الكيكو هو ما يساوي 3 امثال اللي 12 ده بتساوي 3 امثال يعني 3 في عدد القطع يبقى هنا ايه الا اضربه في التلاتة يديني 12 يبقى اربع قطع اربع قطع ونطهل على سؤال 7 سؤال رقم 7 ركضت مونة حول ملعب قرة القدم أربع مرات ورقدت آية حول الملعب اتنين مثل مرات مونة كم مرة رقدت آية حول الملعب طبعا أنا عندي هنا ديت رقدت مونة حول الملعب أربع مرات ورقدت آية حول الملعب اتنين مثل مونة يعني اتنين في مثل يعني في اتنين فاربعة بتمانية اتنين مثل مونة يعني اتنين فاربعة بتمان مرات مع رانا 6 حبات مانجو مع شريف 18 حبة مانجو كم مر يمثل عدد المانجو اللي مع شريف يعني هنا كم مر يمثل عدد المانجو اللي مع شريف عدد المانجو اللي مع رانا يعني إلا ضربه في 6 يدينا 18 يعني الستة بتمثلها كم مرة يدينا 18 يبقى إلا ضربه في 6 يدينا 18 يبقى الثلاث يبقى الايه عندي بتساوي 3 مرات فكر سيارة سلمة سرعتها 3 امثال سرعة دراجتها وتحتاج سلمة الى 24 دقيقة لتصل الى المدرسة بالدراج اكتب معادلة الدربة التي تباين كم من الوقت تحتاج سلمة لوصول الى المدرسة بالسيارة 3 امثال يعني 3 فيه اي رمز وده كله بيساوي 24 دقيقة هاخد الايه لوحدها اقول له الايه بتساوي 8 اوافق او لا اوافق تقول مروة ان العدد 25 يساوي 5 امثال عدد ما يعبر عنه بالمعادلة 25 في ايه بتساوي ايه 25 في ايه بتساوي 5 طبعا لا اوافق 5 امثال عدد ما بيساوي 25 ده كده الموقف وندخل على الاختبار اختر الاجابة الصحيحة مخطط الشرائط 444 يعبر ان العدد نقاط بيساوي 3 امثال العدد اربعة 3 في اربعة امثال يعني فيه 3 في اربعة بيساوي اتناشر فين اتناشر اهين العدد 35 يساوي نقاط امثال العدد 7 اللي اضربه في 7 يديني 35 الخمس فين الخمس خمسة في 7 بخمسة وثلاثين وصل لبعض المعادلة التي تعبر عن عدد ما عدد ما ايه يساوي 5 امثال امثال يعني فيه 10 فين 5 في 10 اهي العدد 30 يساوي 5 اضعاف العدد عدد 30 يساوي 5 اضعاف يعني 5 فيه الخمسة اضربها في ايه ديني 35 خمسة في 6 بتلاتين وندخل على سؤال 5 45 تساوي نقاط امثال العدد 45 اه دي 45 تساوي امثال نقاط يعني مش عارفينها في امثال يعني فيه 5 اللي اضربه في 5 يديني 45 سؤال سنين اكمل مات العدد 18 يساوي نقاط امثال العدد 2 18 يساوي نقاط ايه امثال يعني فيه العدد 2 اللي اضربه في 2 يديني 18 اللي اتنين في 9 بتلات امثال العدد 3 امثال العدد 8 يساوي 4 امثال العدد ايه 3 في 8 بـ 24 4 في 24 4 في 6 امثال العدد الذي يساوي خمس امثال يعني خمسة فيه خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين العدد 18 يساوي نقاط اضعاف العدد 3 3 في 6 بـ 18 54 يساوي 6 امثال يعني 6 في ايه ديني 54 6 في 9 54 ونطول على السؤال اللي بعده اكتر كتب المعادلة التي تعبر عن المخطط 20 3 و 3 و 3 يبقى 3 في كم واحدة 1 2 3 4 3 في 4 بيساوي 10 هنا 4 في كم واحدة 1 2 3 4 في 3 بيساوي 10 هنا 5 ايهة الخمسة في كم واحدة 1 2 3 4 صحر صحر كرأت 3 4 4 درجات على الطريق اشتركوا في القناة